من كل حبيبنا هنا النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة حلوة وخفيفة جات لنا كمان اكلة حلوة قوي من حبيبتنا الست ليلة على الفيسبوك قالتلي يا غالية اعملي بطاطس المبطنة البطاطس المبطنة طبعا انا غالية بتتعلم من كل حبيبها وقلت قبل كده كل اللي عندها اي اكلة تبعت هالي بمقاديرها على الصفحة الرئيسية بتاعتنا على الفيسبوك وان شاء الله نجربها مع بعض وتطلع حلو فهنعمل النهاردة البطاطس المبطنة دي اساسا اكلة ليبي اكلة ليبي بس تلعت حلوة قوي وجميلة وجربتها حلوة قوي للعيالة الصغيرة وتمشي معاك في عزومية وفي افراح ولو عندك وكتير يعني بتقطع كتير تلاقي كده قطعت معاك كتير كله البطاطس مثلا يطلع لك كم صنية حلوة فتلاقي معاك بتقطع كتير وبتسد وزي الفل هنعمل البطاطس المبطنة ودي اكلة ليبيا وبنشكرها على الاكلة الحلوة اللي بعتت هنة وهنعمل وبحيي ليبيا واهلها وناسها كلهم وبحيي كل ديوفي كمان اللي جوني من ليبيا وشرفوه مطبخي وهنعمل النهاردة شعرية قالب شعرية بالكبد والاوانس ومعايا البصل والخضرة والفلفل يعني فيه خضار وفيه شعرية بيبقى حلو برضو فيه الاكلة كلها على بعدها حلوة برضو للقبار والصغيرين وعاوز اقول لكم كمان قبل ما ابدأ في اي حاجة استنوا النهاردة كمان معانا ضيف ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله اهلنا وحبيبنا واخوتنا وجرانا قعدوا بقى كل دي فزورة فسروا بقى اهلنا وحبيبنا واخوتنا وجرانا وين الواحد كل اللي يعرف معانا ضيف اسمه ايه او من اي بلد يخش على الصفحة دلوقتي ويكتب معانا النهاردة ضيف من السودان ان شاء الله هيعمل لنا اكلة جميلة قوي ومشهورة قوي في السودان قال لي يا غالية هعملك الويكة البامي الويكة دي اللي انا منشفها عندي دي اهي ليها عوزة دي انتي ممكن تتبخها كمان بدمعة يعني احنا ممكن كمان تتبخها بدمعة بترد لما تعملها كده في الدمعة ترد وتبقى حلو لو انتي مش منشفها في البيت زي انا ما منشفها كده جيبيها من عند العطار في عطارين عندهم باميا نشف بيبقى موجودة عند العطار بس انا بالضمها كده وانشفها من سنة لسنة هي زي ما هي كده بتجيب الباميا القرن الكبير شوية وهي في الموسم بتاعها وخضرة بس قبل ايه لما اخذة ما تدود لان ايه لما بتقعد شوية تعود الاخر السنة القرن الكبير ده بيدود على الشجرة فبيبقى وحش قبل بقى ما تتخش في اخر السنة وبيبقى مخش بحبتين فقبل ما تخش في اخر السنة تروح جبالك شوية باميا كده القرن الوكل حل وتروح يلضمهم في خيط زي العقد بالزبط وتعلقهم في حطة ضل من الشمس يعني تعلقهم كده في المطبخ من جوة في حطة ضل وبرضه يكون فيها هوا عشان الشمس هتسودها لو لطشتها الشمس هتسود فتنشف على ابوها كده تبقى زي الفل تقدر تطبخيها تحطيها تعمليها مطبخة بدمعة تعمليها ويكة بتبقى زي الفل ودي بقى بنسميها سلطانة الصفر